تختلف الخطة أو الرؤية الاقتصادية لكل المرشحين الجمهوري والديمقراطي فكلهما اختار الاقتصاد لاستمالة الناخبين الأمريكيين ناخبون ومعهم اقتصاديون يتطلعون إلى طبيعة وأسس برنامج المرشحين وسياساتهما الاقتصادية والمالية هيلاري كلينتون قدمت خطة اقتصادية متكاملة عمادها مواصلة السياسات الاقتصادية نفسها لإدارة الرئيس باراك أوباما بما في ذلك دعمها للتجارات الحرة وأن تكون المواطنة طريقة تعامل مع المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتفع عددهم بفعل الحروب في بلدانهم كلينتون تقترح في خطتها الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 12 دولار لكل ساعة فضلا عن زيادة ضربية على المؤسسات المالية الغنية جدا وتضييق الفجوة ما بين الأغنية والفقراء ما سيؤدي إلى رفع أجور نحو 40 مليون عامل ولعل أهم مقترحات كلينتون هي تنظيم الأسواق المالية التي كانت مصدرا رئيسيا للأزمة الاقتصادية عام 2008 عبر زيادة التنظيم فرض الضرائب على أنشطة البنوك والمؤسسات المالية المحفوفة بالمخاطر تجديد الرقابة تشجيع زيادة الاستثمارات والتوظيف وأخيرا تحفيز النمو الاقتصادي المرشح الجمهوري دونالد ترامب أعلن عن خطط لإعفاءات ضربية جديدة ووقف العمل بقواعد تنظيمية وخفض معدلات ضرائب الدخل والشركات مع توفير مخصصات مالية جديدة للأباء والأمهات العاملين والذين لديهم أسرة ترامب اقترح تخفيف الضوابط الحكومية بشكل كبير التي تكبد الولايات المتحدة نحو 2000 مليار دولار سنويا من الناتج الاقتصادي للبلاد مشيرا إلا أن الحكومة سيكون لها هدف واحد فيما يتعلق بالضوابط وهي أن تبقى الوظائف وأن تبقى الثروة في أمريكا وتعهد ترامب سابقا بتخفيض الحد الأعلى للضريبة على الدخل إلى 25% وهو مقترح اعتبر خبراء الضرائب أنه سيخفض بشكل حاد الإرادات الحكومية ويؤدي إلى تفاقم العز في الميزانية أخيرا هدد المرشح الجمهوري بأن الإصلاحات الضربية التي ينوي القيام بها إذا دخل البيت الأبيض ستمثل أكبر ثورة ضربية في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مشيرا إلى أن خطته تختلف وتتناقض تناقض الليل والنهار مع خطة منافسته الديمقراطية هيلاري كرينتون